تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفلة خريج طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبالغ عددهم 1191 طالبا وطالبة من برامج البكالريوس والماجستير والدكتوراه وسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلن هيان الشهادات إلى الخريجين وهنأ الطلبة بمناسبة التخرج متمنيا لهم النجاح في حياتهم العلمية والعملية